إلى أي حد يمكن ربطه بالاتفاق الذي تم مؤخرا بين نتنياهو بن جيفر وفكرة شرعنة المزيد من البؤر غير الشرعية الاستيطانية السماح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنات كانوا قد غادروها مساء الخير يا رو مساء الخير الأخهاني والمشاهدين ما حدث اليوم في الخليل هو نشوة الانتصار لحزب الصهيونية الدينية لبن جيفر واسموريتش ونتيجة سريعة للاتفاق الذي تم بين نتنياهو وبن جيفر حول تشريع البؤر الاستيطانية وحول تعديل قانون إخلاء المستوطنات الذي تم عام 2005 هذا تأكيد على أن الحكومة القادمة هي حكومة استيطان وحكومة مصادرة أراضي وحكومة تهويد القدس هي حكومة يمينية متطرفة فاشية تحمل في طياتها برنامج مئير كهانا المقتول الذي تم اغتياله في أمريكا إذن نحن نتحدث عن عصابات فاشية كما حدث في ألمانيا أيام القمصان البنية بعد الحرب العالمية الأولى وكما حدث في إيطاليا أيام الفاشية بالقمصان السوداء اليوم يدعون إلى تشكيل ميليشيات صهيونية أيضا من أجل مواجهة الفلسطينيين بحجة أن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يستطيع حمايتهم من عمليات المقاومة الفلسطينية إذن نحن نتحدث عن عهد جديد لحكومة إسرائيلية تشرع بشكل واضح وقانوني ووفق برنامج متفق عليه مع الليكود الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية وفي القدس وبالتالي نحن أمام خطر حقيقي يواجه الشعب الفلسطيني وهذا سيؤدي حقيقة إلى أن يتوحد الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الحكومة وهذا يستدعي الاستنفار الكامل لمواجهتهم خاصة رأينا اليوم كيف هجم المستوطنون على مركز مدينة الخليل يعني المستوطنين أصلا هم يسيطرون على منطقة H2 في مدينة الخليل والتي تحوي خمسين ألف فلسطيني لا يستطيع التحرك ولا يوجد لهم مجال للبناء أو حتى للتوسع بشكل واضح أو بشكل قانوني نتيجة لوجودها تحت السيطرة الإسرائيلية وبالتالي هناك تواجد مكثف للجيش وهناك تواجد مكثف للمستوطنين والجيش يقوم بحماية المستوطنين في هجومهم على السكان المسالمين المتواجدين في منطقة H2 اليوم تمدد هذا الهجوم ليشمل منطقة H1 التي تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية لأنهم هجموا على باب الزاوية وقاموا بتكسير المحلات التجارية هناك وقاموا بالاعتداء على سكان الآمنين إذن هي تعبير واضح عن القادم من حكومة يمينية متطرفة فاشية وعنصرية لديها برنامج كامل أساسه تهويد القدس وحسم مسألة القدس والسيطرة ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس إضافة إلى مصادرة الأراضي والاستيطان خاصة في مدينة الخليل باعتبارهم أنهم يعتبرون وفقا لمفاهيم توراتية مزورة أنها أساسا لليهودية وأساسا لرموز التوراة في الضفة الغربية